من ضمن البيانات المرتقبة هو قرار المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة. ولكن نناقش تداولات وولستريت مع ضيف السيد سانديب شارما ورئيس قسم الاستثمار في سين تاكس كابيتل. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سانديب. أبدأ معك بسلوك وولستريت اليوم المتراجع. ويبدو أنه في تراجع في أسعار الأسهم عندما ترتفع لدينا عوائد السندات لعشر سنوات. على خلفية مخاوف من وجود عجز لدينا في الميزانية الأمريكية. هل يستمر هذا لأكثر من جلسة؟ تح Lineage مني والخ beersتراج إلى 424% الآن. هذا هو مهمت محاولات الطعام بشارة في مرات كذلك. حيث هناك هناك الكثير من الاستقبار في المعارض الخير en الأرادات. وهي أكثر من المعارض إلى المناسبة بلدينا جهاز الإقبارات. قد هناك الكثير من الوقت التعاملات التي تكون قرارن العجزية. ومثلون بالمناسبة لدينا عظمية تكون أيضًا من الأمريكي ومثلون انتقال باللغة الناسبة. سيد سانديب أرجو أن تبقى معنا سنعود لك سريعا بعد الفاصل ونناقش وإياك حركة بعضنا الأسهم المتراجعة اليوم طبعا من ضمن الأخبار المهمة اليوم هو اجتماع المركزي الكندي وكما كان متوقعا له بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس مقتفي الفيدرال الأمريكي في قراره الأخير كانت القراءة السابقة تشير إلى أسعار فائدة عند مستويات الأربعة وخمسة وعشرين نقطة أو تقريبا أربعمائة وخمسة وعشرين نقطة أساس قام بتخفيضها خمسين نقطة أساس لنصل عنده ثلاثة فاصل خمسة وسبعين في المائة طبعا نفس مستويات التقديرات أذكر من جديد المركزي الكندي بيجتمع ثمان مرات خلال العام لقرار أسعار الفائدة ولا يزال أيضا يضع ضمنه مستهدف ومستويات تضخم عنده اثنين في المائة ماذا عن حركة الكندي مقابل الدولار حاليا نوعا ما غير مرتاح لا ننسى أن الدولار أيضا يتمتع اليوم بالصحة ولا ننسى أن العوائد الأمريكية أيضا اليوم لعشر سنوات في مستويات تعتبر مرتفعة ذات مستوياتها التي كانت في يوليو وبالتالي أي حراك بالنسبة لبنوك مركزية لن يكون بنفس اللحظة على العملة وفي انتظار طبعا لاحقا محضر المركزي الكندي الذي بالتأكيد سيكون له تأثير على البيانات أيضا من جملة البيانات المنتظرة اليوم عندنا مبيعات المنازل وبالتالي قراءة أوضح ستكون عنها مفصلة حول أداء الاقتصاد الأمريكي ولكن أعود الآن إلى طبعا ضيفي السيد سانديب شارما وكنا نتحدث عن تقديرات يعني مدى تأثير ارتفاع وائد السندات الأمريكية العشر سنوات على سوق الأسهم وتراجع الأسعار بهذا الشكل سؤالي التالي أيضا يتعلق ببعض من الأسهم التي تتحرك اليوم نحو التراجع هناك أخبار على مكدونال عندها نوع من الإصابات على إحدى الوجبات تسببت بوفاة السهم متراجع أكثر من 6% ستوربكس على رغم من تحسين في مستوى التسويق السهم أيضا والمبيعات المتراجعة في ربعها الرابع كوكا كولا على رغم من أداء ممتاز لكن السهم أيضا متراجع ما الذي يحدث؟ أمين شرع؟ how are they going to make changes in the mix of their offerings simplify their menus but generally speaking on a broad level I think the consumer is a little bit stretched the consumer is facing higher prices for even basic things that people buy at Starbucks and McDonald's and not to mention that McDonald's is selling somewhere close to 5.5 times the spec ratio so any negative issue such as an E. coli outbreak would be a significant concern for a company that is selling at a very high valuation to begin with so in general I think equity markets are going to be faced with a more challenging environment if 10-year treasuries continue to stay or rise from current levels and some of that is tied into the election because many of the policies no matter who wins in the election at the presidential level it is expected that there will be more inflationary policies more fiscal spending or not enough to focus on cutting down the deficit and the debt so that is what is reflected in the tenure and in by a way of relationship that is now starting to bear very heavy on the outlook for earnings as well as valuation of US companies well this has been a very odd election cycle as we can all agree we've had a couple of assassination attempts we've had a coup in one party we have both candidates who really have not outlined any economic policy of any substance shall we say so the voting that is going to be underway and it is going on right now and early voting is based on a lot of emotional factors not about substantive economic policies so you know it's going to be however if you look at globally most of the major elections whether they were in India, France or UK and so on they've all resulted in an anti-incumbency vote and it has resulted in a change of power or change in government and in the US you know there is very little success when an incumbent administration has an approval rating as low as the current administration has so all of that coupled together it seems to suggest that there will be a change of power and also we should mention that if you look at live data points such as betting markets you know a basket of stocks following one or the other candidate as well as early voting data they all seem to suggest that there most likely is going to be a change of power but as you mentioned you know we are still waiting for another surprise as if we've not had enough surprises already this year so let's see what the next two weeks bring for us but it seems to me looking at the early voting data that it is most likely going to result in a change in the administration as well as a Republican sweep in the House, the Senate and also the presidency that right now is the base case scenario unless there is another development always a pleasure thank you and thank you